السلام عليكم جماعة لكم مجموعة من الأخبار المهمة التي تتكلم عنها الصحافة الألمانية نبدأ بالخبر الأول عبر السياسيون الألمان عن حزنهم لوفاة المعارض الروسي نافالني بالسجن في روسيا ويعتبر نافالني واحدا من أكبر المعارضين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكان مسجونا في روسيا في واحد من أخطر السجون في العالم مستشار ألمانيا أولوف شولتس قال بأنه الآن نعلم كيف هو هذا النظام يعني مستشار ألمانيا يقول بأنه النظام الروسي يتعامل بقسوة مع معارضيه الاتحاد الأوروبي اتهم الحكومة الروسية بأنها المسؤولة عن مقتل نافالني بالسجون الروسية نفت الحكومة الروسية أن يكون لها أي علاقة بموت نافالني سبق أن تعرض نافالني الذي كان يعارض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى محاولة تسمم منذ سنوات ونقل علاءة إترها إلى ألمانيا للعلاج بعد حصوله على العلاج في برلين قرر نافالني العودة إلى روسيا رغبة منه يعني بالوقوف في وجه الرئيس الروسي عندما وصل إلى المطار في روسيا تم اعتقاله بتهمة الخيانة العظمى ووضع في السجن وحكم عليه بالسجن سنوات طويلة ومنذ ذلك الوقت بدأ ينقطع شيئا فشيئا يعني تنقطع أخباره إلى أن تم الآن على إعلان وفاته وقع مستشار ألمانيا أولف شولز اتفاقية حماية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زولينسكي في العاصمة الألمانية برلين هذه الاتفاقية تتعهد فيها ألمانيا بحماية ودعم أكرانيا على المدى البعيد ووعد مستشار ألمانيا أولف شولز بتقديم مساعدة جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى مليار فاصلة واحد يورو وتشمل هذه المساعدة تقديم 36 دبابة ومروحيات إضافة إلى 120 ألف قديفة مدفعية ونظامين للحماية الجوية وقال أولف شولز أن ألمانيا دعمت وستدعم أوكرانيا بما قيمته 28 مليار يورو ما يجعل ألمانيا بالمركز الثاني من بين أكبر الداعمين لأوكرانيا المركز الأول لأكبر داعم لأوكرانيا ماليا وعسكريا هي أمريكا وبالمركز الثاني ألمانيا حصل انفجار بأحد المباني السكنية في مدينة كولن بولاية شمال الرين فيستفالن بمنطقة كولن ميلهايم أدى إلى جرح 13 شخصا حصل الانفجار تقريبا الساعة الرابعة وعشرين دقيقة صباحا عندما كان سكان البناية نيام نقل المصابين إلى العلاج وما زالت التحقيقات متواصلة لمعرفة أسباب هذا الانفجار شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة ترغب باستثمار كبير وضخم يصل إلى 3.2 مليار يورو في ألمانيا لتقوية نظام الدكاء الإصطناعي وسيتم بناء مراكز كبيرة وقوية للبيانات غيشنت سنتخم في ولاية شمال الرين فيستفالن وسوف يتم أيضا توظيف عدد كبير من الناس خصوصا في مجال الدكاء الإصطناعي وتقويته وقال رئيس شركة مايكروسوفت الأمريكية بعد لقائه مع مستشار ألمانيا عندما سألوه لماذا تستطمر مايكروسوفت بقيمة كبيرة في ألمانيا فرد عليهم رئيس مايكروسوفت وقال السؤال ليس لماذا نستطمر في ألمانيا السؤال يجب أن يكون لماذا ليس علينا أن نستطمر في ألمانيا مستشار ألمانيا أولف شولتس أعرب عن سعادته وقال أنه يوم رائع جدا وزاد أولف شولتس وقال هذه المشاريع تظهر كم هو موقع ألمانيا جد مهم في العالم أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزا عن انزعاجها وعدم رضاها على الطريقة التي يتم فيها انتقاد حزب الخضر في ألمانيا بالآونة الأخيرة وقالت وزيرة الداخلية من حزب اسبيدي الاشتراكي العنف الذي بدأ يتعرض له حزب الخضر لم يعد يمثل الديمقراطية في شيء خصوصا بعد تعرض اجتماع لحزب الخضر إلى العنف ورمي الشرطة بالحجارة مما أدى إلى إلغاء الاجتماع وهذه المظاهرة كان قد ندمها بعض المزارعون ويتعرض في الفترة الأخيرة مجموعة كبيرة من أعضاء حزب الخضر إلى الشتم والتهكم والاتهام بالخيانة وقالت أيضا وزيرة الداخلية الأمور زادت عن حدها ولم يعد الأمر يتعلق بمظاهرات ديمقراطية ضد حزب الخضر أهم حادثة كما قلت لكم بالخصوص نظمها بعض المزارعين الغاضبين الذين أغلقوا بعض الطرقات ومنعوا مرور وعودة رئيسة حزب الخضر غيكاردا لانغ وتعاملوا بعنف شديد أيضا مع الشرطة في الفترة الأخيرة في ألمانيا يتعرض أعضاء وسياسيين من حزب الخضر إلى انتقاد شديد وبدأ يتميز آخر فترة بظهور أيضا العنف حسب مقالة نشرت بالجريدة الألمانية تاقس شو الإخبارية الرسمية فإن مصر بدأت الاستعداد لدخول ممكن لعدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين الذين يمكن أن يتركوا قطاع غزة ويدخلون إلى سيناء في حالة قام الجيش الإسرائيلي بشن هجوم بري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة وقالت الصحافة الألمانية أن مصر ترفض نهائيا تهجير الفلسطينيين إلى سيناء المصرية لكن كما قالت الصحافة الألمانية قالوا بأن مصر بدأت بتقوية ومراقبة الحدود بين قطاع غزة وسيناء وحسب جريدة Wall Street Journal الأمريكية قالت أن مصر تحاول دراسة خطة جديدة إذا فعلا تم الهجوم البري على مدينة رفح من طرف الجيش الإسرائيلي واضطرت أعداد كبيرة من الفلسطينيين اللجوء إلى سيناء بحثا عن الأمان فهناك خطة تستعد لها مصر كما قالت الصحافة الألمانية بأن هذه الخطة تعمل على إنشاء سريع لمخيم ضخم للفلسطينيين في سيناء على مساحة 20 كم مربع ويسع تقريبا 100 ألف شخص إضافة إلى ذلك قالت الجريدة الألمانية أنه على حسب مصادر من الجريدة الأمريكية Wall Street Journal هددت مصر بإنهاء اتفاق السلام مع إسرائيل إذا قام الجيش الإسرائيلي بشن هجوم على رفح جنوب قطاع غزة وقالت الصحافة أن إسرائيل ترغب بتجنب هجرة جماعية من غزة إلى مصر تجنبا لأي خلاف مع مصر وتخطط لنقل سكان رفح إلى شمال قطاع غزة وقالت الصحافة أنه لا يوجد أي تأكيد رسمي ونهائي من طرف الحكومة المصرية لهذا المخطط بل بالعكس قالت الصحافة الألمانية بأن مصر نفت قاطعا أنه مثل هذا المخطط يوجد وقالت ما تناقلته الصحف الأمريكية لا أساس له من الصحة يعني مصر تنفي بأنها تعمل لخطة مثلا لو حصل هجوم بأنه سوف تستقبل 100 ألف فلسطيني بسيناء كما قالت الصحافة الألمانية أن هذه الأخبار التي نشرتها الصحف الأمريكية لا أساس لها من الصحة يوجد حاليا في أرفح تقريبا مليون و300 ألف فلسطيني يعيشون ظروفا قاسية جدا ويحتاجون إلى الماء والغداء والدواء والعلاج وزادت المطالب من كل الجوانب لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومن بين أيضا من يطالب بهذا الأمر هي أيضا وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باغبوك من حزب الخضر التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال مساعدات عاجلة لسكان القطاع بسبب الحالة الكارتية التي يعيشها الناس هناك كانت هذه جولة لأهم أخبار ألمانيا شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء